السلام عليكم ورحمة الله اليوم كتبت نموذج أسئلة رياضيات للصف الرابع الابتدائي كتبت تقريبا 11 سؤال إن شاء الله تستفادون من عنده جبت من البداية ومن النص ومن الأخير سؤال الأول يقول جد محيط كل من الأشكال التالية شكل ما أريد المحيط چقدي لمحيط المستطيل وشكل المربع لازم نحن نيشان محيط المربع محيط المستطيل الشكلي الأول idee 7 سم لا 7 سم المحيط المربع نتبهه усنان على كلمة محيط تحقيقlo يقعناه محيط المربع ата يساونا لام في أربعة يعني طول الظلع في أربعة اللي هو طول الظلع يرمز إليه بالرمز لام إذا قد مطين طول الظلع سبعة سبعة في أربعة يطلع إليه ثمانية وعشرين سنتيمتر بس مجرد ضربة السبعة في أربعة الأربعة عمين جبتها من قانون محيط المربع لام في أربعة هذا السؤال الأول النقطة الأولى السؤال الأول من النقطة الثانية عدي مستطيل 13 سنتيمتر وثمانية سنتيمتر شنو محيط المستطيل قانونه محيط المستطيل يساونا الطول زائد العرض في اثنين قانون محيط المستطيل الطول زائد العرض في اثنين تبهوا محيط المربع قانونه طول الظلع في أربعة محيط المستطيل الطول زائد العرض في 2 جهد الطول 13 زائد والعرض 8 طبعا لا تنسون السنتيمتر 13 زائد في 2 ويساوينا 13 زائد 8 جهد 21 21 في 2 يطلع لنا 1 في 2 2 و 2 في 2 42 سنتيمتر 42 سنتيمتر هذا خلصت السؤال الأول والنقطة الأولى والنقطة الثانية السؤال الثاني يقول جد مساحة كل من الأشكال التالية يعني أول واحد محيط المربع ومحيط المستطيل أسه محيط المستطيل ومحيط المربع مساحة المستطيل ومساحة المربع يريد المساحة نتبهوا هنا محيط هنا شنو مساحة مساحة المستطيل شنية الطول بالعرض مساحة المستطيل يساوينا شنية بالطول في العرض مساحة المستطيل بالطول بالعرض اش راح اساوي راح نضرب 13 في 6 ويساوينا 3 في 6 18 1 في 6 6 1 7 78 سم تربيع المساحة هنا اعدي شنوة 9 سنتيمتر وتسعة سنتيمتر شيري اريد مساحة المربع مساحة المربع يساوينا طول الظلع في نفسه او طول الظلع في طول الظلع طول الظلع في نفسه ويساوينا شقية طول الظلع 9 سنتيمتر في 9 سنتيمتر يساوينا 81 سنتيمتر تربي مجرد ضرب طول الظلع في طول الظلع خلصنا السؤال الأول السؤال الثاني السؤال الثالث أملأ الفراغات الآتية أولا ستة لام يعني ستة لتر شي ساوينا ملي لتر رح نضرب ستة في ألف يطلعنا ستة لاف نضرب ستة في ألف ستة لاف ملي لتر اثنين سبع تالاف غرام كم كيلو غرام سبعة رح نقسم سبع تالاف تقسيم سبعة تقسيم ألف يطلعنا سبعة ثلاثة طبعا هذي شارحتها ثنين وثلاثين كيلو غرام رح نضرب ثنين وثلاثين في ألف يطلعنا ثنين وثلاثين ألف تسعة لام زائد وميتين سنتيمتر تدعيب هنا رح نقول تسعة في مية يساوي أنه تسعة في ألف تسعة تالاف تسعة تالاف زيدة من ميتين تسعة تالاف وميتين إذن اجدت تسعة تالاف وميتين هاي عيني ثلاثة أسئلة الأولى كلش مهمة من ذني يلا أخذوا له صورة خاطر ننتقل لأن عدي تدعي السؤال زي السؤال الرابع يقول لك املأ الفراغات الآتية هناك الكيلومترات والأمتار والديسيمتر والسانتيمتر سبعة كيلومتر شي ساونا شكم متر رح نضرب سبعة في ألف جال يطلع لنا سبعة تالاف اثنين ستة متر شكم مليلتر ستة في ألف يطلع لنا ستمية ستة ألاف ثلاثة ثمانتة ألاف مليمتر شكم ديسيمتر ثمانتة ألاف يطلع لنا ثمانين ثمانتة ألاف يطلع لنا ثمانين ليش؟ لأن هنا نقسم زين أربعة ثلاثمائة سانتيمتر شكم متر ثلاثة نقسم على مية ثلاثة أربعة ديسيمتر شكم متر أربعة ديسيمتر شكم متر أربعين سانتيمتر أربعين سانتيمتر أربعين سانتيمتر وهنا ثلاثة ديسيمتر جدي يساوي لنا يطلع لنا رح نضرب رح نضرب ثنيا في جقل ضرب في عشرة طلع لنا عشرين سانتيمتر ثنيا في عشرة عشرين سانتيمتر زين السؤال الخامس يقول حدد أي شكلين متشابهين هذا الشكل يشبه هذا الشكل غير متشابهين إذن غير متشابهين زين هذا الشكل يشبه هذا الشكل غير متشابهين السؤال السارس سدي يحدد أي شكلين متطابقين هذا الشكل مطابق هذا الشكل غير متطابقان غير متطابقين زين هذا الشكل مطابق هذا الشكل نعم متطابقان زين السؤال السابع يقول قدر القياس كل زاوية هذه زاوية قائمة 90 درجة أقول زاوية قائمة 90 درجة هذه زاوية حادة زاوية حادة أقل من 90 وهنا زاوية مستقيمة قياسها 180 180 درجة يلا عيني أخذوا صورة لهذه الورقة تمام سؤال الثاني يقول جدناتج ما يأتي 3 على 10 زاوية 1 على 10 هنا مجرد نجمع لأن المقامات مش شابهة نزل العشرة 3 زاوية 1 أربعة اثنين المقامات مش شابهة نزل الـ 16 5 زاوية 2 7 على 16 2 على 9 زاوية 1 على 3 هنا المقامات مامت وحدة نوحد المقامات اللي هي التسعة ناخذ المضاعف المشترك الأكبر التسعة 9 كم تسعة بها 1 نقسب 1 فيه 2 2 9 كم 3 بها 3 نضرب 3 فيه 1 3 2 زاوية 3 5 على 9 زاوية 1 هنا أعديها من نفس الشيء المقامات ما متوحدة ناخذ المضاعف المشترك الأكبر اللي هو 20 20 كم 4 بها 5 5 فيه 3 15 20 كم 20 بها 1 1 فيه 3 3 هنا أعشرين 15 ناقص ثلاثة جد 12 12 12 على عشرين سؤال التاسع جد ناتج القسمة وتحقق من صحة الحل لازم يريد هنا نتحقق 4 تقسيم 4 بها 1 1 فيه 4 4 4 ناقص 4 0 نزل 8 8 تقسيم 4 بها 2 2 فيه 4 8 طرح 0 0 حل التحقيق ناتج القسمة في المقسوم عليه زائد الباقي 12 فيه 4 ما عدي باقي 2 فيه 4 8 1 فيه 4 4 إذن حل صحيح طلع 48 هنا 5650 تقسيم 5 تقسيم 5 بها 1 1 فيه 5 5 5 ناقص 5 0 نزل 6 6 تقسيم 5 بها 1 1 فيه 5 5 6 ناقص 5 بها 1 شنزل 5 15 تقسيم 5 بها 3 3 فيه 5 15 0 0 0 خلي فوق وخلي جوا فوق راح نتحقق من صحة الحل فيه 5 0 فيه 5 0 3 فيه 5 15 1 فيه 5 5 1 6 1 فيه 5 5 إذن طلع الحل المالتي صحيح 5650 بقى تلبس هذه الورقة سوال العاشر يقول لك جد ناتج ما يأتي 6 8624 ناقص 4351 4 ناقص 1 جقيل 3 2 ناقص 5 ما يصير الاثنين يصير 12 والستة يصير 5 12 ناقص 5 بها 7 5 ناقص 3 بها 2 8 ناقص 4 بها 4 مجرد طرح طرح طرحة عادي زي هسه 6507 طرح من 3372 7 ناقص 2 بها 5 0 ناقص 7 ما يصير الصفر الصير 10 والخمسة الصير 4 10 ناقص 7 بها 3 4 ناقص 3 بها 1 6 ناقص 3 بها 3 3135 زي سؤال اللي داعش اكتب العدد 824822 بالصورة التحليلية واللفظية اول مرة نكتب الصورة التحليلية اقول اثنين زائد اثنين زائد اثمانية اه اثنين زائد اثنين نخلي لها اول عدد ما خلي لها صفر ثاني عدد نخلي لها صفر ثالث عدد الاحاد والعشراء الصفر بعدين الاربعة واحد اثنين تلاثة ثلاثة ثلاثة سفارة بعدين الاثنين واحد اثنين اللفظية اللفظية شنقول ثمانمائة ثمانمائة واربعة وعشرون الف يعني ثمانمائة واربعة وعشرين الف وثمانمائة واثنان وعشرون يعني صارت ثمانمائة واربعة وعشرين الف وثمانمائة واثنين وعشرين اللي هنا ويخلص الفيديو مالتنا دعش سؤال كلش مهمات وان شاء الله التوفيق